نحن سنذهب إلى المنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قلب محاولة انقلابية هذا ما خلصت إليه لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس النواب الأمريكي خلال عرضها أولى النتائج حول أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021 بعد قرابة عام ونصف من جمع الأدلة عبر أكثر من ألف عملية استجواب ونحو مئة ألف وثيقة رسمية تظهر أولى نتائج التحقيق تحقيق يسعى للرد على سؤال مهم لطالما بقي معلقا دون إجابة أي دور للرئيس السابق دونالد ترامب رئيس لجنة التحقيق وعضو الكونغرس الديمقراطي بني تومسون اعتبر أن مثاري الشغل في الكابيتول تصرف بتشجيع من ترامب وأن الهجوم على مقر الكونغرس شكل ما وصفه بذروة لمحاولة انقلابية كان دونالد ترامب رئيس مليات المتحدة الأمريكية في قلب هذه المؤامرة بعدما دفع حجدا من أعداء الدستور المحليين لاقتحام مبنى الكابيتول وتقويض الديمقراطية الأمريكية الديمقراطية لا تزال في خطر المؤامرة لإحباط إرادة الشعب لم تنتهي بعد هناك متعطشون للسلطة في هذا البلد يفتقرون إلى الحب والاحترام لما يجعل من أمريكا دولة عظيمة مشاهد لعملية الاقتحام شهود عايش الأحداث وشهادات لمساعد ترامب تعرض لأول مرة تقول اللجنة إنها أدلة تشير إلى تورط الرئيس الأمريكي السابق ودعمه مجاميعا لإلغاء أو تعطيل المسادقة على نتائج الانتخابات من دون نقاش أولئك الذين غزوا الكونغرس قاموا بذلك العمل بتحفيز من ترامب الذي نسق وأشرف لأشهر على خطة من سبعة أجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية حتى لا يتكرر أبدا أحد أخطر الفصول في التاريخ الأمريكي يعتبر عنصار هذه اللجنة أن عملها أساسي فيما ينتقدها الجمهوريون بزعامة دونالد ترامب ويتوعدون في المقابل بإنهاء أعمالها في حال تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر